نفكر دائماً أنه كيف السيدات يهتمون بحفلات الزواج بحفلة زواجهم بتحديدها وبأدق التفاصيل يعني ما شاء الله كأنه الموضوع مهرجان مهرجان؟ يعني هذي الليلة لا هو مش مهرجان بس هو يمكن هذي زي ما يقوله مرة بالعمر وتحب تنبسط فيها وعزم ناس كثير فيعني لازم تكون مرتب هو أنا مهرجان هي هذي الكلمة بالأساس يعني معناها المحبة لا هو في ناس يقولوا مهرجان أنه مبالغة بلغتي مهرجان عملتي طيب إحنا اليوم رح نتكلم عن هذه التفاصيل كيف حجم الحفل الحضور التصاميم اللي موجودة سيدات وين ممكن يعني كيف يختارون الموضوع معنا اليوم إحنا نضيف مميز جداً وهو الأستاذ عبد الرحمن الزير مصمم حفلات الزواج الملكية أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً نورنا أوشي نشكرك على ديكور الحلو اليوم فعلاً حسناً أنه قدمنا من بستان مو من الأستيديو كانكم الحلوة الورود حلوة وألوانها يمكن مو كثير ناس يشتروا الوردة البنك بس كمان تنسيقها كان حلو تدرجات البنك الموجودة كانت حلوة طبعاً عبد الرحمن أنت أول سعودي داخل في هذا المجال أين فخبرنا عن رحلتك وسبب شغفك بهذا المجال أنا صراحة بدأت من الطفولة يعني من أواقل الناس اللي بدوا بهذا المجال كان يمكن عمري 15 سنة والحمد لله استمريت وأحبي لهذا المجال وللزهور خلاني أوصل للي أنا فيه الحمد لله روح لو نتكلم عن التصاميم عبد الرحمن الآن مثلاً على أي أساس تختار تصميم معين لحفلة زواج معينة هل مثلاً رأي العروس والعريس يقولون لك إحنا نبي هذا المود وتتساعدهم وتوريهم تصاميم وتشوف المكان يعني لو تعرفنا عن الآلية هذه هو يعتمد على نفسيتهم الاثنين صراحة بس هو عادة يعني هي العروس هي اللي تيجي أنا نداء عادة ما أشوف العريس قليل ما يجي يعني طلباتهم شو يبون بالضبط لا هو على حسب أنا اللي عملت أنا اللي عملت تصميم على حسب نفسية وستايل العروس فنعملها الزواج على حسب ستايل في عرايس يحبون مثلاً أو الدور زي اللي موجود وفي بعض بعض العراس يحبون الشيء الكلاسيك في المودرن فأنا أوظف لهم الفكرة بالطريقة اللي هم يحبينها إيش الترند الجديد في الأفراح يعني فيه أشياء كنا نشوفها زمان بطلنا نشوفها وخاصة حتى مواعيد العرس يعني زمان كانت العراس تبدأ الساعة بعد عشرة بالليل لحن ملاحظة كثير من الشابات صاروا يفضلوا في النهار أكثر ويخلص بذري شوي العرس هو يعتمد على حسب الطقس والمكان مهم جدا إذا كان الطقس حول المكان مناسب ممكن يبدأ ساعة أربعة العصر وينتي ساعة تسعة عشر أحد عشر إذا كان طبعا أجواءنا في الخليج في الصيف ما نوية يعملونها بها نحن طبعا نشوفنا صور صراحة عبد الحمان رائع شكل العراس وهذا تقنية جديدة اسمها أول ناس اللي اشتغلت فيها عندنا في السعودية هذا يتغير جرافيك يتغير بكل فترة يعني تقريبا زي اللي عندنا هذا في الستوديو اللي ورانا تقريبا نعم بس أنا عملته في الزواج وهذا هو الوفوض الواحد يجدد يعني يكون تجديد ما يكون يشتغل على نفس الستايل فهذه من الأمور الجديدة اللي كنت تسألي عنها قبل شوي سارة اي بس عبد الرحمن يعني صراحة يعني خلينا كنت صريحة شوية يعني شكله مرة مكلف هذه الأفراح اللي انت حطت صورها يعني رائعة بس كمان طب البنت لو حب تسوي نفس الشي بس يمكن البوجت حقها أخف شوية اي ممكن إذا على حسب المساحة اللي هي موجودة وعلى حسب البوجت ممكن نشتغل عادي يعني مو شرط نكون نفس ومو شرط زواج عبد الرحمن ممكن مناسبات ثانية اي طبعا طبعا أي مناسبة نعملها أي حتى لو مختلف يعني أيضا انت ما شاء الله صممت ونفذت حفل تتشين سينما السعودية لو تحدثنا عن هذه الفرصة يعني كيف تعني لك انت تكون مشارك بهذا الحفل وهو يعني تتشين السينما في المملكة العربية السعودية وأيضا على أي أساس اخترت التصميم شوف هاني هو صراحة يعني هو مو أول مرة لأنه أنا قبل كذا عملت تتشين أول فينم سينما السعودي من تقريبا ثمانية أو سابعة سنين والحمد لله انه اختاروني انه ها ساوي تتشين السينما السعودية هو أنا عملت الموضوع خليته بحيث انه يناسب كل الأذواق وكل الأعمار وكل الناس اللي كانوا حاضرين ما اعتمدت على صراح على الموفيز ولا شفتش اللي كانوا حاضرين عرضين بنفس اليوم بس اعتمدت على كيف نفسيات الناس وكيف يناسب كل الأعمار وكل الثقافات اللي موجودة طيب عبد الرحمن احنا نلاحظ يعني سواء من خلال تصاميمك أو تصاميم يعني أسماء أخرى مسألة الورد والورد جميل وجميل الورد ما نختلف ولكن ما تحس انه في تقليد موجة تقليد انه وين ما تروح انه يعني كل المناسبات باختلافها ورد يعني رايح ورد رايح ورد رايح أي مناسب يعني في كثير التصميم يعتمد على الورد هل ممكن انتم الآن في خطوط عريضة يعني ممكن تغيرون بالمستقبل ولا كيف يصير الموضوع شوف هاني أول شيء انت لازل على الورد أنا أحب الورد أنا قاعد أقول لك الورد جميل أنا ما عمل منه هو أساس الفرح الفرح هو هو أساسي يعني ما في إفنت يعني لو تجيني أي عروس كل يعملي زواج بدون ورد ما أعمل وقد صار لي الموقف هذا ما أسوي زواج بدون ورد لأنه حسه في شيء ناقص وانتي طبعا عافل الموضوع هذا أكثر أكيد فالإفنت ممكن يصير فيها شغلات إضافة على الورد بس الورد هو الأساسي بس أنك ممكن تعمل أي إفنت بدون ورد تحس أنه في شيء ناقص صح صح لأنه فإحنا نقول أنه الورد هو شيء أساسي أساسي هو الأساس من دون الأضلاء الأساسي اللي ما نقدر إحنا نستغنع ما في إفنت تقدر تعمله بدون ورد هو صراحة لمسة من الطبيعة طبعا لا لا الورد رائع وتددي روح ترى في المكان اللي أنت فيه بس عبد الرحمن يعني أنا أشوف مثلا في ناس يروحوا شوي في المبالغة وعلى قول هاني مهرجان يسووا أنت إيش تبقى تنصح العروس اليوم اللي هي بتعمل أو مثلا بترتب لفرحها إيش في الأشياء الأساسية اللي هي تنساها من كثر ما تركز في التصميم العرس تنسى أنها تستمتع مثلا في العروس لا أشوف هو عادة العروس إذا كانت عندها التخطيط المبكر أي يعني كم قبل كم يعني يعني من بداية الخطوبة تبدأ تفكر بهذا الموضوع وترتب من بدري كذا حترتاح ما عندها حيصير أنه الموضوع بسيط فتخلي الآخر شيء فجأة تلاقي متراكم عليها شغلات كثيرة وفيها تفاصيل كثيرة فهذا مشكلة فهو إذا كان من بدري رتبت الأمور كلها من بدري مدري وجت عندنا ورتبنا لها كل الموضوع خلاص انتهي الموضوع دائما قبل الفرح تصير المشاكل العائلية ضرب ألف لأنه خلاص يسترس نحس كثير جاية هذا مجاهز هذا مجاهز ويبدأ يعصبون على بعض والعروسة تنسى تنسى الفرحة لا هي تكون دائما معصبة هي في البداية طبعا يسموها الأجانب برايت زيلا نفس الشيء أول ما تجي أول ستة شهور خمسة شهور عندما يجوني قبل خمسة أو ستة شهور تكون ريلاكس وسمائلينج ومبسوطة قبل الفرح تبدأ شوي 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 يوم الفرح تحسينها كده غضانفر كده شيء يطلع لها جرون أي والله تعصر الله يعني هم عرس أو ألم ألم يعني معنى أن العرس فيه هم كبير عند العروس والعريس نتمنى نقول ألف مبروك للجميع مقدمة إن شاء الله لحبين حيخشوا دنيا أكيد